شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لثلاثمائة وستين متقدمة ويصعى البرنامج إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية وفقا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة يأتي متصقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية في هدف للمرأة في أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة وإحنا مش بس يعني مش بيبقى فيه هدف واحد له لكن إحنا بنقول إن إحنا بنوطن هدف تمكين المرأة في كل أهداف التنمية المستدامة فلما بنتكلم على هدف واحد أو اثنين أو ثلاثة دايما بنبص من المؤشرات اللي بتأدي إلى نجاح أو الوصول إلى الأهداف دي البرنامج ده برنامج متميز جدا لأنه الهدف الأساسي منه أنه هو يعد المرأة يعني أنها تتولى مناصر قيادية لأنها تبقى عندها قدرة على أنها تبقى متمكنة في المكان العمل بتاعها لأنها تبقى عندها قدرة على أنها تطور من القدرات بتاعتها اللي هي عندها القدرة أيضا على أنها تقاوم الثقافة الزكورية والثقافة الأبوية اللي منتشرة في كثير من المؤسسات لأنه مكتبة بتاعنا فيه ثقافة أبوية جاملة جدا وفيه ثقافة زكورية المحاور التدريبية اللي موجودة فيه شملة جميع جوانب الحياة وبرنامج مميز جدا وإن شاء الله ربنا يجعلني من المقبولين فيه بإذن الله قدمت البرنامج عشان عايزة أزيد خبرتي في الحياة السياسية وفي الحياة العلمية في نفس الوقت أو العملية كمهندسة في قطاع البترول حابة أشوف مصر من حتة أعلى شوية إزاي الوزرات بتتصرف إزاي الوزرات بالتدريبات المختلفة بالنسبة لها إيه الفيجن بتاعت مصر من فيجن وزرات المختلفة فده أكيد حيفيدني وحيقعد علي في شغلي كمهندسة في قطاع البترول وفي نفس الوقت حقدر أفيد إن شاء الله بالخبرة العلمية الأورادي اللي معي الأكاديمي هنا مختلفة متطورة جداً حصلة على دعم الدولة الكامل فده مش دقييف أي أكاديمي تانية ولا أي كورس عادي برا هيفتح لي فرص وأفاق يمكن أنا مقدرش يعني أوصل لها بالريتم العادي أو بالتدريبات العادية فهي فرصة هايلة لأي بنت عايزة تعمل حاجة في حياتها إيجابية توصل لحاجة تبقى مستقبل جزء من مستقبل البلد ده تبقى في منصف قيادي استفدت جداً جداً من الكورس الصراحة وأضف لي معلومات كويسة مهارات عرفني كمان على مجموعة من الشخصيات برضو كانت في زملائي على مستوى المحافظة ده في حد ذات وأضف ليه بطير اشتركوا في القناة